بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم طلاب محاضرتنا لهذا اليوم راح تكون الدريل ستيم تيست راح يكون هنا اللي هو احد القياسات الحقية اثناء وجود عمود الحفر حيث نقوم بابدال الحافرة بالاجهزة الخاصة لقياس الضغط مع زمن قياس الضغط داخل البئر واحدة من القياسات الحقلية المهمة لتعرف على كثير من مواصفات الصخور والفلويد والروكو بروبرتز الدست دي هو مختصر كلمة الدريل ستيم تاست is a procedure for isolating and testing the pressure per mobility and productivity capacity of formation and that process during the drilling of awail يعني شنو during the drilling process اثناء عملية الحفر the test is an important measurement of pressure behavior of the drill stem and is a valuable way to obtain after obtaining information on the formation fluid and establishing why the awail has found commercial hydrocarbon reservoir we'll continue through this process we'll continue through the pressure and skin skin factor we'll continue through the DST we'll be able to to get through the skin and skin the الأطفال الدست هو إيضافة المستقبلات الدستيام والعيش للعبارة المتواصلين من المعارضة المستقبلات المستقبلات المامورة يمكنك أن يتكلموا في الوران مستقبلات المعارضة و قادمة هنا لدينا قياسات مباشرة التي نحصلها من خلال الدستي ، لها البيانات الإرادية السمبلي واس داون داون دوس ميجرمنت انكلون داستاتيك ريزوب وبرجر اللي هو الضغط المكمني الاولي او الابتدائي البي اي اي والفلوريت ميجرمنت ايضا نقدر نتعرف على معدل الانتاج اللي ممكن ننتج من خلاله هذا البير عند ابتينك ريكاوري سامبل او دا فورميشن فلويد نقدر نحصل على فلويد سامبل حتى نقوم بالقياسات اللزوجة والرواع الى اخره من القياسات اللي تتعامل مع الفلويد سامبل ان دايركت ميجرمنت او امبيريكال ميجرمنت القياسات او القيم بطريقة غير مباشرة نقدر نحصلها اردوس بيرم بارامترز that yield from the use of equation and it includes most important the productivity index البي اي تعرفنا عليه من بحاضرات السابقة والأفكتب بيرمابوليتي of the formation to the fluid flow ايضا نقدر نحسب النفاذية لكل نوع من انواع الفلويد اللي موجود بداخل المكمن والفورميشن والترازموباليتي والسكن فاكتور والدرانيج رانيوز ونبدلها بالدرانيج رانيجة اللي موجود بقردنجة دورماليجة وقامت بإمكانكم بحصة من المنطقة ويضمون العربي ونقومون بحصة من المنطقة ونقوم بكترق المنطقة لنقوم بحصة من المنطقة نفتح فلوبات خاصة حتى نسمح بمرور النفط إلى داخل المنطقة الى الصباح يجب أن نفحص من خلالها سنقوم بوبع هذا البكر أبوه و أبوه المترجم للقياس الخطوات التي سننتبهها لقياس TST سنقوم بنصب البكر سنقوم بنصب البكر سنقوم بإنيشيل فلو اللي هو الأوبن تستر فالف فور ففتين مينتز بعد ذلك إنيشيل شتن كلوز تستر فالف فور تيرتي مينتز سنقوم بأول مرة بعملية الإنتاج لمدة مصدعش دقيقة ثم نقوم بعملية غلق الإنتاج لمدة ثلاثين دقيقة حتى شنو يستقر يستقر الضغط في كل مناطق المكمن بعدين فاينل فلو بيرياد أوبن تستر فالف فور تيري مينتز حتى يستقر معدل إنتاج على معدل إنتاج واحد بعد ذلك نقوم بعملية الإغلاق الأخيرة فاينل شتن تسجل من خلال قياسات الضغط مع الزمن وراء ما نخلص تسجيل القياسات اللي عندنا انسيب ذا بكر وراء ما نقوم برفع المعدات إلى خارج البئر القياسات اللي ممكن انه تسجل وراء ما نقوم بعملية الترقيم للنقطة بعد ذلك التايم اللي قسنا به بعد مثلا مرور دقيقة والعفو ساعة وجزء الساعة كان الضغط مقابلها 4724 بعد مرور زمن 1.2 شوفوا انه قيمة الضغط 4753 اي انه ارتفعت ليش لانه يصير عندنا بلدابل الضغط بعد مرور 1.3 راح نشوف انه قيمة الضغط ازدادت الى آخره هاي بالنسبة لبقية القياسات اللي عندنا انا اللي يهمني من هذا الموضوع كله هو هذا جزء الجدول اللي هو تزييل الزمن مع البرجر اللي هو راح نسميم ضغط الأغلاق او البي دابل يو اس هنانا عندنا نشوف الستيبس اللي اشتغلنا عليها اللي هو relation between flow rate and time عندنا هذا هنانا عندنا انتاج مع الزمن فهنانا عندنا راح نشوف انه قيمة موجودة للفلوريت مثل ما دا شوفون هنانا اللي راح يكون time of production بعد ذلك حصل عندي الاغلاق هاي الخطوات اللي اشتغلنا عليها راح نشوف انه شطن زمن الاغلاق بعد مرور الساعة اشتغل قيمة الضغط بعد مرور ساعتين اشتغل قيمة الضغط بعد مرور ثلاث ساعة تغلاق اشتغل قيمة الضغط الى آخره هنانا ادنا relation between bottom hole pressure and time هنان راح نكون نسجل bottom hole pressure ومع ايضا time فرح نشوف انه قيمة الضغط في المقدار معين راح يصير عندي انتاج وبالتالي راح يصير عندي هبوط بالضغط مثل ما دا شوفون هنانا عندي انتاج فرح يصير حبوط بالضغط بعد عملية الاغلاق راح يبدي او انتهت عملية الانتاج مثل ما دا شوفون هنانا بعد راح نسمي جزء الضغط ال pwf عندما زمن الاغلاق صفر بعد ما غالق يعني بس شنو دي يصير عندي هنانا عندي دي يصير انتاج فهنانا هايت time of production بعد ما قمنا بعملية الاغلاق راح يبدي شوي الضغط راح يبدي يزداد مع الزمن الزمن اش راح نسمي هنانا delta t راح يكون احنا انا معرف لك يوم ايضا وعد ما ناخذ القيم الضغط هاي قيم الضغط اللي سجلناها في وقت الاغلاق مع الزمن هذا الزمن زائد time of production over delta t زمن الاغلاق راح نشوف انه الشكل عد ما نرسم على سيميلوغ هذا هو الشكل شنو السيميلوغ ما نرسم هنانا على محور عادي اما بالنسبة هنانا راح تكون محور لغة ركني ورح نشرح عليها ايضا من خلال الامثل اللي راح تجينا ايضا شكرا جزيلا طلاب